في فقرة إسرائيل من الداخل نبحث اليوم التحقيق الذي نشرته صحيفة أردس الإسرائيلية الذي فند ما روجته تل أبيب عن مزاعم قطع رؤوس الأطفال الإسرائيليين وحرق جثثهم بهجوم حركة حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الماضي والذي أكد أن تلك الرواية غير صحيحة ولا أساس لها في الواقع وقالت الصحيفة إن ما جرى في ذلك اليوم أدى إلى انتشار قصص الرعب لم يحدث أي منها على أرض الواقع واستندت إسرائيل إلى حد كبير في تبرير حربها المدمرة على قطاع غزة إلى هذه المزاعم التي كشفت تحقيق الاستقصائي عدم صحتها ترجمة نانسي قنقر لمناقشة هذه الملفات ينضم إلينا في الستوديو الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين نرحب بك أستاذ إيهاب أن يفضل إقرار من هارتس إقرار من هذا النوع ماذا يعني بتقديرك نعم تحياتي مساء الخير أستاذ محمد يعني بطبيعة الحال هنا يجب أن نتذكر أن في نهاية المطاف هذه الحرب الحرب التي شنتها إسرائيل على مدار 60 يوم تقريبا هي حرب السردية التي تستند بالكامل على كل ما جرى في السابع من أكتوبر أي عندما خرج بن مينة نيهو في الثامن من أكتوبر لكي يحاول أن يبرر هذه الحرب أمان الرأي العام العالمي هو استند كليا على ما جرى في أحداث من داخل السابع من أكتوبر وما تجعل أحداث من أحداث مهولة وبالتالي كانت الشرعية لهذه الحرب السؤال الذي يطرح نفسه هل كانت إسرائيل بحاجة لتهويل هذه الأحداث لكي تقوم بهذه الشرعية ولماذا لم تكتفي بما جرى حقا في داخل السابع من أكتوبر لتقوم بشرعية هذه الحرب هذا السؤال الذي يطرح نفسه ولكن قبل ذلك وذلك جزئي يجب أن نتذكرها في نهاية المطاف أن إسرائيل الآن عالقة في جزئية حرجة جدا 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 هي موجودة الآن ما بين تهويل أحداث السابع من أكتوبر إعلاميا وحاجتها لتقزيمها تحقيقيا فعما قريب سوف يكون هناك لجان تحقيق وبدون أدنى شك هناك حاجة لتبييت بعض من الأرقام ربما حتى لمحاولة إخفاء بعض الأمور التي جرت في داخل السابع من أكتوبر كي تنجو بعض الشخصيات من كل أهوال ذلك اليوم تحديدا في جانب الإسرائيلي هذه هي الماضة الآن ماذا جرى تحديدا في داخل السابع من أكتوبر هناك وزارة في داخل إسرائيل على الأقل كانت هذه الوزارة موجودة حتى السابع من أكتوبر أو ما بعد ذلك بقليل حتى الخامس عشر من أكتوبر وزارة تدعى وزارة الهسبراء باللغة العبرية وهي عمليا عن وزارة الترويج للسردية وظيفة هذه الوزارة عمليا هي أن تأخذ السردية الإسرائيلية وتبدأ بترويجها عالميا هذا ما كانت تستند عليه هذا هذه الوزارة أسندت إلى وزيرة اسمها رنذاك عضوة كنيسة حاليا جليد دستل أتبريان جليد كانت وزارتها عمليا في العشرة أشهر الأخيرة ربما هذه أحد أهم إخفاقات بين يمين ناتنيو أنه أسند بالوزارات إلى أشخاص غير أكفاء فقط لكي يكتم أفواه ويطعم كل منهم في داخل حاشيته طبعا بطبيعة الحال كان هناك الكثير أصلا من الانتقاض لعمل هذه الوزارة ما قبل السابع من أكتوبر وفي خلال لحظة أن عندما تكون هناك حاجة ماسة لإسرائيل لهذه الوزارة تحديدا وزيرتها تستقيل بعد تقريبا سبعة أو ثمانية أيام من ذلك الحدث بين يمين ناتنيو كبلها بالكامل تماما كان يكبل بين كفير بالمناسبة في كل أحداث أو عمليات أمنية كانت تقام كان يتم تكبيل بين كفير وبين يمين ناتنيو هو الذي يقود ذلك الكابينت تماما في هذه المرحلة هو أوكل بلجنة هسبراء أو لجنة ترويج هو كان يقودها من الداخل ويجب ربما نقطة يجب أن نشهد فيها إلى بين يمين ناتنيو ورجل علاقات عامة من النخب الأول الدبلوماسي وباعتقاد إسرائيل مدينة له بالكثير في هذا المضمار هذه جزئية مهمة جدا ولكن هنا لم يتكن هذه النقطة فقط هنا الأمر الثاني هو أن كل من أمسك بهاتف نقال ولديه سوشال ميديا أصبح رجل لنقول الكلمة العبرية كما مر أصبح رجل الترويج والأروبغاندا في الشارع الإسرائيلي قضية الأربعون طفل على سبيل المثال كان هناك مذيعة لقناة آي 24 الإسرائيلية بطبيعة الحال باللغة الإنجليزية هي التي روجت لهذه القصة لم يكن هناك أي تحقيقات هي أسندت وأدرجت ذلك إلى أحد الضباط الذي أدل بها بهذه الشهادة ناتنياهو استند على روايتها روايتها وهنا يعني ربما قضية الفيك نيوز كلها كانت ضخمة في مثل هذه الأحداث ناتنياهو استند على روايتها لكي يقوم بالترويج أمام الشارع الأمريكي والبيت الأبيض الذي قال لاحقا أنه لم يرى أي من هذه الصور وربما الصورة الوحيدة التي استطاع بنيمي ناتنياهو أن يقدمها أثبتت أنها تم التلاعب بها عبر الذكاء الإصطناعي وكانت في الأصل لكلب محروق هذه كل الجزئية بطبيعة الحال الآن هذا لم يكن ولم يتكتمل الصورة فقط هنا بطبيعة الحال ما بعد تأويل هذه الأحداث وما بعد تهويل هذه الأحداث أيضا بطبيعة الحال يجب أن نتذكر نقطة مهمة جدا إسرائيل الآن بحاجة لأن تبدأ بالتعامل مع لجان التحقيق يعني هذا لم يكتفي هذا المضمار كان هناك نعم داخليا يعني داخليا يعني على سبيل المثال التحقيق في الإخفاق السابع من أكتوبر في إخفاقات السابع من أكتوبر يعني على سبيل المثال اليوم كان هناك تحقيق في صحيفة والله الذي يتساءل بعض الضباط في داخل الجيش يتساءلون لماذا أو أين اختفت الأشرطة من داخل السابع من أكتوبر في الأرشيف الجيش الإسرائيلي هذا السؤال يتداوله الآن وهذا وفق التقرير في داخل موقع والله الأشرطة من داخل الجدار الفاصل الأمني الأشرطة من داخل الكبوتسات وما إلى ذلك من أمور كل هذه الأمور تخرج الناطق بلسان الجيش ليقول بكلمة واحدة هذه الأشرطة الولوج إليها فقط لذوي الصلاحية وهكذا تم إغلاق هذا الملف تحديدا الآن نعم هذه هي جزئية في نهاية المطاف نحن نتحدث عن الرواية وما زلنا نتحدث عن الرواية حتى عن قضية الأرقام لاحظ أن بالبداية إسرائيل تلاعبت بالأرقام أو ربما حتى هولت ذلك الرقم ألف وأربعمائة يعني عادة الجزئية التي كان لديها الكثير من علامات الاستفهام حول هذا الحدث تحديدا هو أنه كان رقم عشري كامل ألف وأربعمائة يعني عادة عندما تكون هناك أحداث مثل هذه يكون هناك رقم كامل متكامل وليس رقم عشري هناك كانت السؤال حول هذا الحدث بعد ذلك وفقها بالمناسبة كانت تقرير لها أرس مقبل خمسة أسابيع تقريبا الذي بين معادلة أو تشريح جثث التي تم استلامها حتى تلك اللحظة وبين أن هناك بطبيعة الحال لم يكن هناك الكثير من جثث الأطفال وبما فقط جثثين ليس أكثر تابعة لعناصر المقاومة بالضبط وبين كذلك أن هناك على الأقل 200 جثثة تابعة لعناصر المقاومة في هذه التقديرات ومن ثم بدأ إخفاض ذلك الرقام بالمناسبة عندما تقوم إسرائيل بتهويل أرقام وبالذات أرقام المدنيين أعلم أنها تريد أن تقوم بحدث كبير أعلم أنها تريد أن تهول بالضبط أن تعطي شرعية لحدث كبير ولهذا السبب كان من صالحها في السابع من أكتوبر تحديدا أن تضخم هذا الرقام ولكن الآن هي تتعامل مع لجان التحقيق وفي ظل لجان التحقيق هي بحاجة لأن تفسح عن الأرقام الحقيقية التراجع عن هذه الأرقام أو تخفيض هذه الأرقام هل يعني بالضرورة تغير أهداف الحرب أو أداء إسرائيل داخل غزة؟ هذا لن يؤثر حاليا على الحرب لأن هذه الأرقام أو هذه المعادلة حاليا حتى لاحظ حتى تحقيق آرتس الذي كان ليس فقط من هذا الأسبوع بل حتى من قبل ثلاثة أو أربعة أسابيع حول المروحتيين التي نأتال إلى حلقاء فوق الحفل في برعيم وبطبيعة الحال هم من قصفوا وفق التحقيق هم من قصفوا كل من تواجد في تلك الفترة هناك جزئية مهمة جدا إذا أردنا لماذا تم على سبيل المثال لماذا تم تسريب هذه المعلومة وهي نقطة مهمة جدا من ناحية نعم كان هناك من يريد أن يتلاعب بأحداث الحرب وربما أن يشكل ضغطا كهذا أو كآخر على متخذي القرار في داخل الكابينات وهو لديه هذه الصلاحية لأن يدلي بمثل هذه المعلومات وهو تحقيق بالمناسبة الموجود لدى الشرطة الآن الجزئية أين تكمن مثلا على سبيل المثال إسرائيل كانت موجودة في داخل هذا التحقيق هي ما بين أمرين ما بين أن تقول لم نتواجد في داخل الحفل أو أمنيا لم نكن في داخل الحفل وهنا هناك أخفاق حقيقي وكبير أين تغيبتم لمدة ستة أو سبعة ساعات هذا ما يتساءل عنه الشرع الإسرائيلي بطبيعة الحال وما بين أن تقول أننا اضطرنا إلى تفعيل على سبيل المثال وفق ما يتصفه الأحداث كود حانيبعل على سبيل المثال لهذا السبب هي استندت على الجزئية الثانية التي تعطي لنفسها بعض الشرعية نحن تواجدنا وفعلنا الكود وربما حتى في داخل في جزئية الكود لديها أسبقيات من الماضي التي يمكنها أن تستند عليها وأن تشعر بأقل حرجا على المستوى العسكري أمام الشرع الإسرائيلي في كل ما يخص لجان أو التحقيق هذه كذلك جزئية مهمة جدا وبالتالي تداعيات مثل هذه التقارير تبقى في الداخل الإسرائيلي أكثر منها في الخارج صحيح جدا نحن رحظنا عندما خرج هذا التقارير ربما نعم هو فند كل رواية معينة من أحد الروايات الموجودة في داخل السابع من أكتوبر لكنه لم يغير مصار الحرب كليا لأن إسرائيل في نهاية المطاف وهي نقطة مهمة جدا ربما يجب أن نتذكرها هذه الحرب فقط لا تستند يعني هي استندت على الرواية في كل ما جرى في داخل السابع من أكتوبر لكي تعطي شرعية لهذه الحرب لكنها ليست فقط حرب الأسرة ولا حرب القتلى ولا حتى حرب الجرحة إسرائيل قامت بهذه الحرب لأنها تلقت ضربة في الخاصر الأهم البقرة المقدسة مؤسسة الجيش هذا ربما الذي لا تتحدث عنه الجزئية التي لا تتحدث عنها هي الجزئية الأهم بالنسبة لإسرائيل ومن أجلها تقوم بكل هذه السردية وهذه الرواية في هذه الحرب فبالتالي حتى وإن اختلفت الروايات وحتى وإن تم تداول روايات أخرى وحتى وإن تم إسكاة الكثيب المناسبة هذه ليست المرة الأولى على سبيل المثال كان هناك موقع الذي بين حسب الـ IP الخاص به أنه متواجد من داخل إسرائيل والذي أسند وكأنه تابع لحماس لكي يبين كل ما جرى في داخل السابع من أكتوبر وكأن حماس والفصائل تتفاخر بهذه الإنجازات من قتل ودماء وما إلى ذلك وبالتالي بيّن كثيراً وسريعاً جداً يعني بيّن أن الـ IP التابع له هو من داخل إسرائيل على سبيل المثال وبالتالي هذه هي أحد أهم الإخفاقات التي تحاول إسرائيل كذلك التعامل معها يعني في داخل المسار الأمن الإسرائيلي وهذه نقطة مهمة جداً جزءاً من هذه الروايات وهي نقطة مهمة جداً هي غير يعني لا تخرج من المسار الرسمي وبالتالي أحياناً بعض هذه الروايات وبعض هذه السرديات وبعض هذه الفيك نيوز بحاجة لإسرائيل الرسمية بأن تتعامل معها يعني بحاجة لكي تفندها بحاجة لكي تطلب إخفائها بحاجة لكي بطبيعة الحال لأنهم يمكن أن تسبب أضرار جانبية أكثر بكثير من نفعها في داخل السردية وفي داخل الروايات هذا الاختصار أستاذ إيهاب هل يمكن ربط إخراج مثل هذه التقارير بتصفية الحسابات الداخلية في إسرائيل لسيما مع الخلافات داخل القيادة الإسرائيلية ومطالبات باستقالة نتنياهو جميل جداً هذه ورقة الفيتو الأهم بطبيعة الحال في محاور معينة يمكن لاستعمالها من جانب جوانب معينة يجب أن نتذكر على سبيل المثال واحد فقط من بين الأفراد المتواجدون في داخل الكابينيت الشباك على سبيل المثال لديه صلاحية معينة في أن يسير الأحداث وهو تلعب بأحداث إسرائيل في الكثير من المرات وربما حتى أسند إليه مقتل رابين وفق بعض الروايات فبالتالي نعم لديه مصلحة أحياناً أن يتلعب بالأحداث وربما يقوم ببعض التسريبات كهذه أو كأخرى لكي يختصر الطريق أو يقوم مثلاً بالتلاعب بموقف بي بي نتنياهو أمام الشعر الإسرائيلي